موسيقى رئيس لجنة الثورية العليا يشيد بدور جهاز الامن القومي في مواجهة العدوان ومؤامرته بدء الجلسة المسائية الخامسة من حوار الكويت بعد انتهاء الرابعة دون توصل اتفاق بشأن تثبيت وكفي اطلاق النار موسيقى رئيس وفد انصر الله في الوفد الوطني لستمر العدوان ومرتزقته في الخروقات واصروا بعدم الموافق على تثبيت وكفي اطلاق النار فان الحوار مصيره الفشل موسيقى لليوم الرابع على التوالي طيرا العدوان ومرتزقته ويواصلان خرق وكفي اطلاق النار في عدد من المحافظات موسيقى موسيقى في وقفات احتجاجية ابناء الشعب اليمني وجددون وقوفهم وصمودهم امام العدوان ومرتزقته وستنكارهم لخروقات وكفي اطلاق النار موسيقى الرئيس الامريكي باراك اوباما يؤكد انه من الخطأ استخدام قوات برية في سوريا موسيقى موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام مجددا من قناة اليمن من اليمن نحييكم في مستهل اخبارنا الرئيسة لهذا المساء بادئا اياها بسم الله الرحمن الرحيم اشهد رئيس اللجنة الثورية العالية الاخ محمد علي الحوثي بالدور الوطني الهام الذي يقوم به الجهاز المركزي للامن القومي وكوادره في مواجهة العدوان وادواته ومؤامراته مثمنا تثمنا عاليا النجاحات التي تحققها قيادته ومنتسبوه في مختلف المجالات رئيس اللجنة الثورية العالية طلع خلال استقباله اليوم بصنع قيادة الجهاز ومدراء دوائره ونوابهم على تطورات الاوضاع السياسية والحوار الذي ترعاه الامم المتحدة في دولة الكويت الشقيقة ومسجدات الاوضاع الميدانية والتي اكدت لدول العدوان خسران رهانها على احتلال اليمن ويعادة توطين الهيمنة عليه وانحسار انجازات العدوان وتحالفه وادواته في القتل والدمار وتوسيع انتشار قوى الارهاب العالمي وقال اننا نثمن عاليا الدور والمبادرات الكويتية في تاريخ اليمن المعاصر واحتضانها مؤخرا لمفاوضات السلام على ارضها وبقيادتها الحكيمة التي نحن على ثقة انها تستشعر خطورة العدوان على اليمن وشعبه وهي على يقظة عالية وادراك بتبعات ذلك وحقيقة المخطط الذي لا يستهدف امن واستقرار اليمن بمفرد في المنطقة ونحن نعول عليها في لاعب دور محوري في انجاح المفاوضات الحالية خاصة وان لديها رصيد مجتمعي وثقافي وسياسي عميق في اليمن واكد رئيس لجنة الثورية العالية ان التوجه للسلم والسلام خيار استراتيجي لليمن وعقيدة سياسية راسخة مثل ما هي عقيدة الدفاع والصمود والثبات ودحر الغز والغزة والهيمنة عبر التاريخ وتابع لقصمتهم في وجه كل التحديات والتهديدات التي اراد بها العدوان فكفكفت هذه المؤسسة الوطنية لتحقيق هدف كسر العدوان من الداخل وصوملته وكذا تفتيته وفق الاستراتيجية الامريكية التي تعرفون تفاصيلها وادواتها وانتم جزء من الشعب اليمني الثابت والصابر والقوي في وفي طليعة القوى اليمنية الحرة التي تحافظ على الوطن ومصالح الناس في ظل اوضاء صعبة وقاسية وكانت في اعتى مراحلها محق اختبار للجميع في مواجهة معركة ضد الشعب اليمني ككل ولم تكن ضد فئة او تيار او جهة بعينها رئيس لجنة الثورية العالية اكد ايضا على ان السلام سيحل وان العدوان سينتهي وان الدولة الكبيرة عقب انتهاء العدوان سيكون ايضا على الاجهزة الامنية ومؤسسة الامن القومي والسياسي في مواجهة تحديات الارهاب واي خطط للعدوان وادوات للاخلال بامن اليمن وابنائه واستقراره من الداخل واوضح ان الامن القومي كصفة وعمل يحمل الكثير من القيم وطبيعة العمل الاحترافي المبني على المهارات والطاقات والثقة الشعبية به كما في بقية الاجهزة ذات الطبيعة القائمة على العمل التحليلي والبرامج المتداخلة والتابعة من التكامل الاجتماعي والمؤسسي واكد ان التوجه لدى قيادة الثورة واللجنة الثورية ينطلق من استراتيجية الوصول بالاجهزة الامنية وجهاز الامن القومي الى مستوى تطلع الشعب اليمني ككل عبر رسم الخطط وتحديد المهام والمتابعة لقضايا المجتمع وتحقيق روح العمل الامني الملموس في المجتمع في كل الظروف واشاد رئيس اللجنة الثورية العليا بالتفاني الذي قدمه الكثير من منتسبية المؤسسات الامنية جنبا الى جنب مع اخوانهم في المؤسسة العسكرية ولفت الى المشروع التدميري للعدوان وادوات منذ وقت مبكر في استهداف المؤسسات وبنية الدولة والمؤسسة الامنية بالاساس وتجاوز ضحايا جهاز الامن السياسي الى 250 شهيدا خلال الفترات السابقة الا ان ذلك لم يفوت في عضد المؤسسة الامنية ككل وجعلها اكثر تماسكا ووطنية واخلاصا لقضايا اليمن وحاضره ومستقبله كما اكد رئيس اللجنة الثورية العليا على الاعتزاز والفخر بقيادة الامن القومي وكوادرة فيما عبرت قيادة جهاز الامن القومي عن الشكر والتقدير للاهتمام الذي توليه قيادة الثورة واللجنة الثورية العليا لهذه المؤسسة وثمنت جهود رئيس اللجنة الثورية العليا في الاسناد المطلوب للجهاز في مواجهة التحديات وتطوير الاداة وتكامل البيئات العملية وتطويرها التقى رئيس اللجنة الثورية العليا الأخ محمد علي الحوثي اليوم القائمة بأعمال السفارة الصومالية بصنع عثمان أحمد محمد جرى خلال اللقاء مناقشة أوضاع الجالية الصومالية في بلادنا وكذا اللاجئين الصوماليين والخدمات المقدمة لهم وصعوبات التي يواجهونها وسبل تذليلها وخلال اللقاء عرب رئيس اللجنة الثورية العليا عن أمله في أن يسود الأمن والاستقرار والسلام في الصومال وأن يعود كما كان قوة كبيرة ومهمة ويتغلب على التحديات والمؤامرات التي يمر بها فيما أشاد القائم بأعمال السفارة الصومالية بالدور الإنساني العروبي الذي تميزت به اليمن في استقبال أبناء الصومال الذي تعرض لمؤامرة دولية جعلته عرضة للمشكلات السياسية وعدم الاستقرار وأكد حرص أبناء الصومال في اليمن على أن يمثلوا الصورة الإيجابية الحقيقية للشعب الصومالي الذي يمثل القيمة الإسلامية والعربية الأصيلة في بلدهم الثاني اليمن وجه رئيس اللجنة الثورية العليا لأخ محمد عن الحوثي بتشكيل فريق عمل من الجهة ذات العلاقة لتنفيذ التوجيهات الخاصة باستلام موقع حديقة الحدي والعشرين من سبتمبر بصنع وعلمت أكالة الأنباء اليمينية سبا أن التوجيهات أكدت أن يبدأ الفريق الذي يتكون من أمانة العاصمة ووزارة الدفاع والأشغال العامة والطرق والعدل عمله خلال الأيام المقبلة وأشارت التوجيهات إلى ضرورة أن تضرح المشاريع المقترحة للتنفيذ على أن تستكمل وزارة العدل النظر في أي تظلمات ناقش رئيس مجلس القضاء على القاضي الدكتور عبد الملك الأغبري مع رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد الدكتور أفراح بادويلان وأعضاء الهيئة تفعيل الشراكة بين سلطة القضائية والهيئة في مكافحة الفساد والحفاظ على المال العام اللقاء أكد أهمية تفعيل النصوص القانونية ذات العلاقة بعمل الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وأجهزة القضاء لما له من دور في تعزيز سيادة القانون وتمكين أجهزة الدولة من القيام بأداء مهامها والحد من قضايا الفساد في مؤسسات الدولة مؤكدا تقديم سلطة القضائية تسهيلات لازمة للهيئة وتيسير استقبال القضايا وسرعة البت فيها بما يحد من الفساد والسرداد الأموال العامة من جانبها عبرت رئيس الهيئة الوطنية العليا لمكافحة الفساد عن تقديرها وعضاء الهيئة للدور الذي يبذله مجلس القضاء الأعلى في مساندة كافة الجهود التي تبذلها الهيئة في مكافحة الفساد وإحالة قضايا الفساد إلى القضاء لمقاضات الفسدين بحسب القانون بدأت الليلة في الكويت الجلسة المسائية لمواصلة نقاش تثبيت وكف إطلاق النار في ظل مؤشرات على صرار السعودية لعرقلة الحوار وفشل الأمم المتحدة في الضغط باتجاه وكف حقيقي وكامل للعدوان وكان الوفد الوطني ووفد الرياض اجتمعا في الجلسة الصباحية بالعضوين المنتدبين لمتابعة لجان التهدية وتثبيت وكف إطلاق النار وقد حاول وفد الرياض التهربة والانتقال إلى مناقشة جدول الأعمال ولكن الوفد الوطني رفض مناقشة أي قضية قبل تثبيت وكف إطلاق النار وكافة العمليات العسكرية وتحليق الطيران بشكل كلي خاصة بعد أن شن طيران العدوان غارتين على مديريتي حرط في حجة واللحية في الحديدة